قال يسوع أنا هو الطريق وبالواقع المسيح قال لعدة تلميذ من تلميذه اتبعني تركوا كل شيء وتبعوا المسيح يسوع فقال يسوع اتبعني ولاحظ أن هؤلاء التلميذ لم يسألوا المسيح ما سألهش إلى أين وين انت رايح إلى أي مكان وين ذاهب لكنهم تبعوا شخص المسيح لأنهم عرفوا يسوع المسيح اتصور زوج وامرأته مسافرين في رحلة طويلة ماخدين معهن الطفل عمره يمكن سنة أو سنو نص وقطعوا مسافات طويلة عبر محيطات كبيرة بالنسبة للطفل ليس المهم المكان اللي رايحين عليه لكن المهم بالنسبة لهذا الطفل أنه موجود مع الوالد والوالدي يعني موجود مع أبو وإمو فالمهم بالنسبة للتلميذ مش وين المسيح ذاهب أو رايح قال اتبعني تركوا كل شيء لأنوا اتبعوا الشخص اللي كان معهن هذا الشخص الذي له السلطان والجلال العظيم عرفوا يسوع وهذا الشيء الأهم مع مين انت بتسير لربما عدة أنبياء قالوا لأتبعهم أن يتبعوهم لكن هل في مصداقية لرسالة الأنبياء؟ أحبائي في مصداقية لرسالة المسيح ليس أنه فقط أسند أقواله بأفعاله وتحدث بسلطان عظيم لم يتردد لحظة لكن هذا تبرهن بآيات وبمعجزات وتبرهن أيضا بقيامة المسيح من بين الأموات اندل على شيء بدل على مصداقية الرسالة المسيحية